أنواع الدوال الدالة الشاملة الدالة المتباينة الدالة المتقابلة الدالة الشاملة الدالة F تسمى دالة شاملة أي غامرة وهي الدالة التي يرتبط كل عنصر من مجالها المقابل بعنصر واحد على الأقل من المجال أي أن أي أن المدى المصاحبة للدالة يساوي المدى للدالة الدالة الممثلة بالمخطط السهمي التالي دالة شاملة تغامر لدينا سالب 2 و5 وي تساوي سالب 2 و5 إذن المدى يساوي المجال المصاحب أي أن كل عنصر من مجالها المقابل مرتبط بعنصر واحد على الأقل من المجال وهذا يعني أن الدالة شاملة تغامر مثال أثبت أن الدالة F التالية والمعرفة بالقاعدة F X تساوي 2 X زائد واحد دالة شاملة الحل لدينا Y تساوي R و RF تساوي R إذن المدى RF يساوي المجال المصاحب Y وهذا يعني أن الدالة شاملة الدالة المتباينة الدالة F تسمى دالة متباينة أي أحادية وهي الدالة المحقيقة للشرط التالي F X1 تساوي F X2 يؤدي إلى X1 تساوي X2 لكل X1 و X2 من مجال الدالة بمعنى أنه إذا كان F X1 تساوي F X2 فإن X1 تساوي X2 أو إذا كان X1 لا تساوي X2 فإن F X1 لا تساوي F X2 الدالة الممثلة بالمخطط السامي التالي دالة متباينة أي أحادية نلاحظ أنه كلما اختلفت العناصر من X فإن صورها المناظرة من Y مختلفة وبالتالي فإن الدالة متباينة أي أحادية مثال أثبت أن الدالة F والمعرفة بالقاعدة F X تساوي 2 X زائد واحد متباينة الحل نفرض أن F X1 تساوي F X2 إذن 2 X1 زائد واحد تساوي 2 X2 زائد واحد وهذا يعني أن 2 X1 تساوي 2 X2 ومنه فإن X1 تساوي X2 أي أنه إذا تساوت الصور فإنه لا بد أن تتساوي الأصول إذن الدالة F والمعرفة بالقاعدة F X تساوي 2 X زائد واحد متباينة الدالة المتقابلة الدالة F تسمى دالة متقابلة إذا كانت شاملة ومتباينة في آن واحد مثال واحد الدالة الموضحة بالمخطط السهمي الآتي دالة متقابلة الحل واضح أن الدالة شاملة لأن RF تساوي Y أي أن المجال المصاحب يساوي المدى وكذلك متباينة لأنه إذا اختلفت العناصر فإن صورها المناظرة مختلفة ومنه فإن الدالة متقابلة مثال 2 أثبت أن الدالة F والمعرفة بالقاعدة F X تساوي 2 X زائد واحد متقابلة الحل من الأمثلة السابقة على كل من الدالة الشاملة والدالة المتباينة إذن الدالة متقابلة